بسم الله الرحمن الرحيم أشرح لكم اليوم كيف يمكن أن تشاركون في ساعة البرمجة نكتب في جوجل ساعة البرمجة ونقوم بالدخول على الرابط الأول ثم الأنشطة نتأكد أن اللغة هي اللغة العربية هناك العديد من الأنشطة التي يمكن أن تعلمنا أساسيات البرمجة نجرب مثلاً ماينكرافت ولدينا أيضاً المتاهة الكلاسيكية نقوم بالدخول مثلاً بداية على ماينكرافت ننزل إلى الأسفل قليلاً فنجد نوعين من ماينكرافت طبعاً ماينكرافت المغامر أسهل بقليل من المصمم ومناسب للطلاب ذوي الأعمار الصغيرة يظهر معي فيديو توضيحي يمكن أن أقفله ثم اختار الشخصية التي أريدها مثلاً أليكس هذه هي المهمة الأولى أو المشكلة الأولى التي لدينا أضف أمر move forward ثانياً للوصول إلى الخرف بمعنى يريد في هذه المرحلة أن أتقدم إلى الخرف مع العلم أن عدد الأوامر المستخدمة هي ثلاثة وكمساعدة من الموقع قد وضع لي أمرين ويطلب مني الثالث فطبعاً أجد أن هذه الشخصية أو أليكس يحتاج إلى خطوتين فالخطوة الأولى وضعها تحرك للأمام أو تحريك إلى الأمام أضع تحريك للأمام مرة أخرى أراعي أن تلتصق الأوامر ببعضها وأستطيع أن أتحكم فيها جميعها مع بعضها البعض ألصقها مع بعضها لا بد أن تكون كلها بذات اللون ثم أضغط على تشغيل وبهذا اجتزت المرحلة الأولى أضغط على الاستمرار لأنتقل إلى المرحلة الثانية ولاحظ في الأعلى أنني كلما اجتزت مرحلة من المراحل تتلون معي باللون الأخضر الأخضر الغامق معناها أني التزمت بعدد الأوامر المطلوبة اللون الأخضر الفاتح معناها أني قد زدت في الأوامر عن العدد المطلوب ولكن حلي أيضا صحيح ولاحظ في المرحلة الثانية أن المهمة تظهر لي باللغة الإنجليزية يمكن أن أعربها بالضغط على الزر الأيمن للفأرة واختيار ترجمة إلى العربية طبعا المطلوب مني أن أصل إلى الشجرة ثم أستخدم هذا الأمر destroy معناها التدمير أجد أن أمامي أيضا خطوتين تحريك للأمام تحريك للأمام كتلة التدمير لاحظوه معي هنا استخدمت أربع أوامر كما هو مطلوب أشغل الأمر اجتزت المرحلة الثانية بنجاح طبعا أضغط على استمرار إذا أردت إكمال جميع المراحل في جلسة واحدة كان بها أما إذا أردت أن ألعب مثلا اليوم لعبتين وفي الغد أكمل وبعده أكمل فيتطلب مني تسجيل الدخول حتى لا أعيد اللعب في كل مرة أي أني إذا سجلت دخولي ببريد الإلكتروني سأستطيع أن أستكمل لعبي في أي وقت فأقوم بالضغط على تسجيل الدخول طبعا أنا الآن أقوم بإدخال هنا تسجيل الدخول إذا كنت مسجلة من قبل ولكني الآن أريد التسجيل لأول مرة فأقوم بإنشاء حساب البريد الإلكتروني وكلمة المرور ثم أضغط صح على وافق وتسجيل طبعا أجد أن هذه الخنات أيضا مطلوبة نوع الحساب لأجعله طالب وهنا الإسم الذي أريده أن يظهر لي في اللعبة العمر أختار العمر أضغط على صح ثم تسجيل ولأتأكد أني قد سجلت في الموقع أجد اسمي بالأعلى موجود هنا أقوم بالدخول على هذه الخانة ثم أختار ماينكرافت جرب الآن وأختار كما أسلفت المغامر ثم نعود مرة أخرى إذن من البداية إذا أردتم إكمال جميع المراحل في جلسة واحدة لا يلزم تسجيل دخول ولكن إذا أردنا لعبة اليوم عدد معين من المرات أو المراحل ثم استكمالها في يوم آخر يفضل تسجيل الدخول عند الانتهاء من الأربعة عشر مرحلة نضغط على لقد أنهيت ساعة من البرمجة ثم نكتب الاسم لا بد أن يكون الاسم باللغة الإنجليزية ونراعي أن الحرف الأول وهذه مهارة أساسية في كتابة الأسماء باللغة الإنجليزية ثم نضغط على تسجيل ننتظر قليلا فيظهر الاسم هنا فهذه هي طبعا الشهادة عند الضغط عليها تكبر معي بجودتها الأصلية فيمكن أن أحفظها بزر الماوس الأيمن ثم حفظ الصورة في سطح المكتب مثلا أو في أي مكان وبهذا أكون قد أنهيت ساعة من البرمجة ترجمة نانسي قنقر